مبارات ألمانيا نحن مفرض أن نتجاوزينها من قبل أن نلعب مع ألمانيا نحن لدي نقطتين نقطة عن بكرة مبارات ألمانيا يمكن الكثير يقول لك لماذا نلعب مع ألمانيا وفريق كبير وكذا وكذا وقبل مباراة ب6 أيام بالعكس من أفضل التجريب أن تلعب ضد فريق مصنف عالميا ينافس على كاس العالم هذه نقطة ليس شرط نلعب بالأساسيين عشان لا يكشف التشكيلة ليس شرط الآن تلاقي بكرة فريق الروسي يتابع من يتابع المنتخب السعودي تمام فحتى لو بكرة دخل لعيبة خرج لعيبة ما لعب الأساسيين بوجه واضح كذا فهنا معنا ندرب هذه نقطة فنيا تمام إذن هزمنا من هزمنا نخرج بالتكتيك اللي هو يبغى المدرب هذا أهم شيء مبارات بكرة ثالث شيء فريق زي هذا عالمي فريق ألمانيا ثق تماما أنه ستخرج بفايد كبيرة سواء الدفاع على الوسط للهجوم حتى الاحتياط لما يجربهم سيجربهم مع فريق ثقيل أمامك حتى الهيبة تساعدك في الهيبة حق المبارات الأولى هذا الركز ترطيك ما قال نقطة واحدة في هذا الجزء النقطة بقول لك عليها المبارات الأولى لماذا أعطف عليها مبارات بكرة تساعدك على الهيبة مباراتيش بالتاحية أني أنا توني جاي لعب مع ألمانيا الكل تكلم قال بدنيا وما بدنيا المفروض أننا فرغنا من الموضوع هذا الآن بدنيا نكون كاملين تمام لياقيا بدنيا مفروض أن يكون جاهز لا نتكلم عن نقطة هذه الآن نتكلم على الهيبة المبارات الأولى 50% ذهنيا وتكتيكيا ذهنيا وتكتيكيا نفسيا اللاعب لما يلعب مبارات زي كي افتتاح ترى تختلف يمكن ما يجي النوم فيه العيبة ذي كالأيام كم يسألونهم يقول لك أنا ليلة المبارات كاس الملك فرضنا هنا ولا كاس العالم أيام رونالدو ذي كالأيام لما يصاب يقول لك أنا ما نام الليل نص الليل ما نام إلا بحبوب نومة على أساس أني نام التفكير الذهني تقي شغال عنده ما يجي النوم صحيح فلازم يشتغل عليها غير التدريب غير التدريب و لازم يشتغل على الشغل النفسي مع اللاعب المبارات هي عائدية مبارات زي أي لعب أي مبارات عندك مبارات كبيرة صح وجمهور حضور بس أنت كنت لعبت زيها مثلها في آسيا لعبت زيها في الدولة عندك في السعودي لعبت فيها بفضل اللاعب يستحضرونه الآن يحسرونه إلاقيا أنا أقول لك نقطة ثانية اللاعب هو أخيرة نقطة أخيرة اللاعب الآن في مبارات الأولى أنا أعطف على الكلمة للأستاذ تركيا مبارات الأولى قال على لعبنا شرط الأول كويس مع إيطاليا شرط الأول شرط الأول مو كويس شرط الأول كويس أنت عارف اللاعب لما يكون فيه خوف أو رهبة أو كذا ترى ما يقدر إلاقيا جسمه ما يطيك العضل يكهامد لكن لما يدخل كذا هو مرتاح مزهزع يعطيك في المبارات هذا مزهزع كلمة حجازية مزهزع مرتاح حتى في الجري يعطيك كل شي يعطيك أنا مجهة نظري يشتغلوا الآن الأسبوع هذا يشتغلوا نفسيا طيب مع تكتيكيا بس أقول كلمة أخيرة إذا سمحتوا لي اللي واضح من خلال